السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة بيت امريان كانت منى تكونوا كلكم بافضل الاحوال وقبل ما نبدأوا الفيديو لأول مرة كيشاهد القناة فكامقول لكم فضلا وليس امران شاركوا ودعموني في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم دماء جديد وكانت منى لاجبكم الفيديو ديروا لايك ما تنساونيش وان شاء الله سنشارك معكم هذا اللي كيجي رائع سراحتان وغيب مكوينين وحضرو هكا الوليداتكم واقتصادي فندوزوا بسم الله على بركتي الله وصلي وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين كيما شتخذت هاد البواطة ديال الحليب ديال ايطرو وحيت لها ذاك الفقاني ديالها وغسلتها ومسحتها اكيد نشفتها مزيلا وكان عبر بهذاك السنتيم دير ستيلو كان عبر كان دير ثلاثة ديال السنتيم وما بين ثلاثة دير سنتيم يعني كل ثلاثة ديال سنتيم كان قسمها على جوج كان دير سنتيم أونس أنا غادي هنا كان نعبر وكان دير ثلاثة ديال سنتيم وفي الوسط كان نقسم يعني سنتيم أونس سنتيم أونس باش هكا غادي نيجيني العبر هو هادك مهم نحيت قديتها بستيلو وغادي نخليها على جنب دابا وغادي ندوز باش نحضر معكم الگلاس من بعد عد غادي نصوب في هادك العبيدات خديت هنا نخلط الكهربائي درت هنا جوج ديال باكيات ديال هاد البيسكوي هادا ديال درهم مهم أنا دي ما كنت نخدم بهاد البيسكوي هادا كي يعجبني وكي يجيبني نحتف المدق ديال وزوين مهم درت جوج باكيات معلقة كبيرة ديال سكر سنيدة غادي ندير نوك هاد ديال الكراميل المهم أصلا هاد البيسكوي حلو فما غاديش ندير حلاوة بزاف غير معلقة نصي طرو ديال الحليب صافي وغادي نخلط هاد شي في الخلاط الكهربائي ما كتشوفو مني كي ندمجو مزيان دوك العناصر غادي نجيب واحد لك أصغل وغادي نخوي فيها هاد الخالط وغادي نوضعها على نهاء النار باش غادي نبقى ننحرك وهو كي عقدلية ما غادي ندفلو لا فلون لا نشاء لا كريمه لا حتشي حاجة هنا غادي رجعت هاد البواطة ديال الحليب ده باك ندير توقوب فين غادي ندير هادوك العويدات كان جيل الواسط ديال 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 سنتيم ونص وكان دير تقبع بديك العود أو واحد الخط بدك عفوا بدك الموس أو السيكين وكان دير ذاك العويدات ديال اللي كان نشري وديال موجودين في كل البلاسة يعني حتى في المحلات اللي تيكونوا هكا الحوانة اللي حدانة ونشريوهم عندهم راكين الملونين الملوانات ديالهم بالبلاستيك وكان هادو ديال للخشب فهنا يا كي ماشتو الخاليط بعد ما بقيت كان حرك فيه ساعة ساعة كان حرك فيه حتى كنشوفو عقد مزيين صافي غادي نجيبو كي ولي على هاد القاوم هادا هادا البوطة هاني صوبت في هادوك العويدات صافي غادي نوقفها وغادي نصب ذاك الخاليط فما تخافوش را الخاليط ما كيخرش على ذاك العويدات اللي كان كنو يعني ذاك التقب اللي كان ديرو فاش كيدخل ذاك العويدات ما تخافوش را ما كيخرش هنا بعد ما خويت الخاليط في البوطة ديال الحليب كان نحاول نقوس له ديك البليسة باش ميجيونيش كاريين للطراف سافي هنا يا غادي نقطع ديك الفائد ديال هاد البوطة ديال الحليب لان معنى لا داعي باش يبقى هاكك آآ مبعد هنا يا راه برد شوية وهنتو مشتوكي كان ضغط عليهم زيان باش يبقى ليدك يعني يتقوس واحد شوية وصافي هنا درت البلاستيك الغذائي مبعد مما برد وكن حاول نضغط عليهم زيان وغادي ندخلو لتلاجة غادي بات فيها لان هادا الليل اوف صباح ان شاء الله غادي نكمل معاكم داب هذا الصباح مبعد مما جمد كي ما كتشوفو حيت تاك البلاستيك وجبت ثكين اللي كيكون ماضي زيان باش مقطع وكن قطع على دوك البلايس اللي كنت عبرت بيهم بالستيلو باش يجيني مقاد المهم هادا التالي ديال او القعر ديال ديك البوطة ديال الحليب مغاي جينيش مقوس مزيان ولكن ماشي مشكل مبعد غادي نبدأ نقطع قتلكم على دوك البلايس اللي كنت دا علمهم بستيلو باش يجيوني القيطة عم متساوين وكن حاول انني لان نره جامد مزيان نقطع غب شوية باش ما ننفرصيش عليه ونصدق منضيع دوك العويدات كي ما كتشوفوها انتو ما يعني كنا نحاول انني غب شوية نقطع حتى غادي نقطع يعني كان هاداك الكارترة كي يزول بسهولة مهم هنا يا غادي نقد هاد القيطع هادو غادي نحطهم وراني رضيت الشوكولا كالدوب باش هكا غادي يعني الوقت نربحهم زيان فهانتو ما كي يحتحيد بسهولة ذاك الكارتون مهم غادي نستمرت غادي نقطع دوك القيطع كاملين ومن بعد غادي ندوزن زينهم وانا وياكم هانتو ما شوفو كيفاش كي يجيوا صراحة هاكا كنحضروا غلاس في الدار طبيعي وكيكون فيه مدق زوين وكنديروا انو كهاللي بغينا وكذلك مكوينة بساطين بزف هنا ينبعد ما دابليا دوك الشوكولا السوداء هنا يجبت هاد الفول السوداني هادا راه الحمر كوكا والحمر اللي درت وراني مهر مشاه بالقشرة دياله هنا غادي نبقى ندير الشوكولاة على ذاك القيطع ديال المتعلاجة وذك الشوكولاة ضغية كتتجمد عليها لانا لانهما اصلا جامدين هاداك الجلاس فالشوكولاة ضغية كتلسق عليه وضغية كت يعني كت في البلاسة كتتبرد عليه وكتلسق المهم هانتوما كتشوفوا كيفاش كندير كان نصيب ديك المعلقة وكنحاول نغطي قاعدوك الاماكين ديال الجلاس بهادا الشوكولاة اللي فيها هادا الفول السوداني او الكوكوم هرمش انتوما كتب اللي ياشي بليسة كنغطيها سفيوا هادا القلاس هادا شكل كي يجي ساهل واقتصادي يعني ما فيش بزاف ديال هادا هنا غادي ناخد الشوكولاة البيضة عو تاني درت فيها الفول السوداني وممكن ديك الشوكولاة البيضان نديرو لها اللوان لابغينا مثلا الفريز نديرو لنوك هاد الفريز بيستاج او الحامض اي نوك هاتا نبغيو نديروها في ديك الشوكولاة البيضة وكي يجينا داك المدق ديال ديك النوك ها وفي نفس الوقت كي يعطينا اللون لابغيناها مثلا سفر او حمر او فرامبواس هوا فكانوا هاد القطع هما هادو اللي حدرت معاكم هانتو ما شوفوا كيفاش هكا باش ها باش مهدي ها وحدا بيضة يعني بالشوكولاة البيضة والسودا باش ها هكا موهم غدي نستعمر حتى غن نسالي دك القطع وغادين وليكم الشكل نهائي ديالهم هنا هم بعد ما كملتهم هانتو ما شوفو كي يجي تماما بحالي كنشريو على بره وعرفته ديك المدق ديال داك البيسكوي كي يجي كريمي وزويون وما فيه حتي شي حاجة ولمدق ديال الكاراميل من الداخل والشوكولات عادية هنا نعطي لولدي دق باش نوريكم ما قدرش يعد فيه لانه جامد بزاف نقول له عد هدا من البيض عبتيني غنعطيه من الاسود ما قدرش يعد فيه لانه جامد بزاف عانتو ما شوفوه يجي كريمي من الضاخل و هكتا نكونو حضرنا هاد القلاس هادا الوليداتنا في الدار و هانتو ما شفتو المكونات بزاطين بزاف و ما كي طلب الشي مجهود إلا صوبناه بالصبح كنا نزينوه بالليل و إلا صوبناه بالليل نزينوه بالصبح و شكرا لكم على المشاهدة و هذا ما كان و ما تنسوش لايك الفيديو و حتى الملتقى إن شاء الله و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اشتركوا في القناة